خليني في البداية كده من وجهة نظر حضرتك نعرف معاييرك للنصوص الأدبية أو للروايات من وجهة نظر حضرتك بتشوف إنها تصلح للترجمة أو لا؟ يعني بداية نحاول إنه أكيد مش هتحمس إنه أنا ترجم حاجة شبيهة باللي موجود عندنا دايما بحاول أدور عن مختلف اللي ممكن يقدم حاجة جديدة بالنسبة للقارئ العربي اللي بترجمه في معايير فنية تخص جمال العمل اللي أنا بحاول أترجمه إذا كان عمل أدبي أو معايير علمية وبحب أو إنها تكون أبديتد يعني بتاعت المعارضة حديثة بشكل كبير أكتر من إني أقول في اللي تقال قبل كده يعني أقصد الترجمة مهمتها في النهاية هي إنها تنقل ثقافة إلى ثقافة وبالتالي إن أنا أترجم المشابه لها مش هيبقى بيعمل أي إضافة لأي حد هل أحيانا اختلاف الثقافات بيكون عائق في الترجمة؟ آه لما ولا حدرتك ممكن يعني تقدر تغير في حاجة تتحايل على حاجة تنقل صورة مختلفة مناسبة للمجتمع بالترجم ولا دا لا يصلح في مجال الترجمة؟ والله أضرب لحضرتك مثال عندنا وقعة شهيرة جدا هي ترجمة كتاب فن الشعر بتاع أريستو لما ترجموا العرب إلى العربية كان الترجمة ترجمه ابن رشد أو عمل تلخيص ليه إلى العربية كان الكتاب أصلا عند أريستو معمول عن فن الملحمة المسرحية أما ابن رشد جاي ترجم ما عندناش كعرب وقتها فن مسرح فخد التراجيديا والكوميديا وحاولهم إلى فن المدح وفن الهجاء في الشعر لأنه دور عن مقابل اللي بيترجم عنه وملاقاش هذا المقابل في ثقافته اللي هو بيترجم إليها ودي كانت مشكلة حقيقية في مسألة الترجمة أحيانا الترجمة بتحتاج لما يكون أمر يشبه دا إلى نوع من الشرح إلى جوار فعل الترجمة وده مش كتير مقبول في مسألة الترجمة أنا هنا ما بقاش بترجم أبقى بعرب أبقى يعني بعمل تلخيص بعمل دراسة أخرى لأنه في جزء منه خاصة بالمترجم تدخل من المترجم بشكل كتير بينما الترجمة إحنا دايما عندنا مقولة شايرة جدا بيقول أيها المترجم أيها الخائن والمقولة دي للأسف هي خيانة يعني قهرية مش حول حتى مشروعة بسبب أننا اللغة في أي مكان من الدنيا هي عبارة عن مجموعة من الأصوات والكلمات أنا بفقد أهم حاجة في المسألة هي الصوت صوت الكلمة بيتغير لما أقول كالشر صوتياتها غير كلمة ثقافة صح بشكل كامل فبالتالي أنا بخسر نص الموضوع بتاع اللغة وأنا بترجم دي حاجة التانية لما يكون فيه فعل ثقافي أو فعل معيشي أو فعل اجتماعي مش معروف في المكان اللي أنا بترجم إليه المسألة بتبقى صعبة جدا كان فيه مثال مشهور كان حكا زمان أستاذنا الكبير محمد مستجاب في قصة من قصصه كاتب أنه كان فلان يتعايش من قراءة القرآن على المقابر المشهد ده إحنا كمصريين عارفينه الفعل ده مش موجود في اللغات الأخرى فالمترجم لما جيه ترجم قال له طب أنا حقول إيه حقول شيخ حقول راهب حقول ما عنديش مقابل ليه عشان أقدر أترجمه بالشكل الكامل ودي مسألة بتبقى من الصعوبات اللي موجودة في مسألة الترجمة بالتالي الترجمة هي لغة وهي ثقافة يعني اللي تنين مع بعض لما أترجم لازم أترجم الحاجة بمعطاها الثقافي عشان تحدث الواقع لدى قارئها لما يقرأها بشكل النوع الأدب اللي حضرتك بتاميل أكتر لترجمته والله أنا أمية لترجمة الأدب الحديث بشكل كبير لأنه معظم الروايات أو الأعمال الأدبية القديمة تمت ترجمتها أكتر من مرة وبالتالي من المهم أن احنا نقدم ما هو جديد في المسألة دي أهم الصعوبات اللي بتواجهك في ترجمة أي نص أو ديوان أو مجموعة قصصية اللي ممكن تكون بتواجهك أو بتقابلك في ترجمة هذا النوع من الأدب يعني حضرتك قلت نص أو مجموعة قصية بالنسبة للدويين أو الشعر التقل صعوبة كبيرة جدا لأنه الشعر بالأساس هو مسألة قيمة على الأصوات لأنه الأصوات هي اللي بتعمل الوزن هي اللي بتعمل النبر هي اللي بتعمل الإيقاع وبالتالي لو خسرتها أنا حابق بترجم المعنى بس وترجمة المعنى بس حتى شيل تنزع من الشعر جزء كبير من شعريته لما أحاول أترجمه وإن كان يعني ما فيش يعني شر لابد منه بالنسبة للقصص أو للروايات المسألة بتبقى أكثر يسرا لأن احنا بنعمل ما يشبه المواقف الدرامية والمواقف الدرامي تقدري تفسريه بأكتر من جملة أو أكتر من تعبير لغوي العلمي الحقيقة الأزمة الكبيرة هي أزمة المصطلح لأن احنا عندنا كتير من المصطلحات بنقراها في ترجمات مختلفة بتبقى هنا حاجة وهنا حاجة وهنا حاجة على نفس الشيء وبالتالي بيبقى فيه فوضى اصطلاحية عند الترجم ويمكن احنا في الترجم عندنا مدارس نقول مدرسة مغاربية مدرسة مشارقية هتلاقي المسألة فيها كتير اختلافات وتبقى بتتكلمي عن نفس الحاجة بس بتقوليها بلفز تاني وممكن القارئ يعدس عنده بالبلأ أو خلل في الموضوع